قبل أن نستكمل الحديث عن أن قابية عبدالحق بن حمودة نمر الآن إلى قطاع السكنين أعلنت مؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن لها إمكانية الاكتتاب لاقتناء مسكن ترقوي عمومي وقالت في بيان صدر اليوم أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من اليوم الخميس الفاتح من شهر فيفري صباحا عبر الموقع الإلكتروني مخصص للتسجيل الأولي للطالب وسيستلم رقم التسجيل وكلمة مرور من أجل المتابعة واستكمال طلبه أما بالنسبة لشروط الاستفادة من السكن العمومي الترقوي فيشترط أن لا يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجته ملكية تم عقار ذا استعمال سكنية أو قطعة أرصى لحل البناء ولم يستفد هو وزوجته من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه وقالت الشركة بأن هناك ألفي وحدة سكنية كدفعة أولى موزعة عبر 24 ولاية هي كالآتي أضرار لغواط باتنا بجاية بسكرة البويرة تلمسان تيارة تيزي وزو سيد بالعباس قسنطينة المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض برج بوعريج تيسمسيل تلوادي سقهراس ميلة عن تيمو الشنط غردايا غليزان كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع سكنه ما بين ثلاث غرف بمساحة 80 متر مربع أو أربعة غرف ومساحة 100 متر مربع أو خمس غرف بمساحة 120 متر مربع وسكنات فردية وجماعية أما فيما يتعلق بأسعار السكنات يقدر سعر السكن الترقوي العمومي بـ 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع بدون رسوم ترجمة نانسي قنقر